العرف وجميع أن بلادنا كتمر هدلأيام بظروف استثنائية والمعروف علينا كنديروا يدينا فيد بعضياتنا باش نتعاونوا وامتضامنوا هد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشي من كام غربة اللي ورتناها على أبائنا وجدودنا واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كي حدنا على التآخي والبدل والإحسان وحيث أملنا فيكم كبير سمعنا وكون معنا وخليك في الدار باب التبرعات مفتوح اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسنناش بلادنا أمانة فرقبتنا وعندها دين كبير علينا وفي هد الوقت اللي خاصة نكون غير بحرار السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله أحبابنا في الله غايتنا في هذا البرنامج وهو أن نقوم بالتحسيس لأتضامن ولأتكافل ولأتآذر والتعاون فيما بيننا غايتنا أن ننشي هذه القيم في قلوبنا وفي أنفسنا والتضامن والتكافل له أشكال وله ألوان وله كيفيات متعددة فهناك التضامن بالمال وهذا ما نراه الحمد لله في ما تقوم به الدولة الآن من إعطاء مساعدات للفئات المعوزة والفئات الفقيرة والطبقات الهشة وما يقوم به أيضا الأترياء وأصحاب اليسار من الدفع إلى صندوق تدبير جاحة كورونا أو ما يقوم به الناس فيما بينهم الدفع بالمال وهناك التضامن بالمواد الغدائية من دقيق وزيت وسكر وشاي وغيرها من المواد وهناك التضامن الذي يكون بالأدوية لفائدة المرضى هناك مجموعة من المرضى يحتاجون إلى أدوية استعجالية والحمد لله نجد هناك حركة دؤوبة في التضامن والتكافل وألوان كثيرة ومتعدن من تضامن ومن بينها الكلمة الطيبة نتضامن بالكلمة الطيبة فالكلمة الطيبة صدقة وتبسمك في وجه أخيك صدقة وأمرك بالمعروف والنهيك عن المنكر صدقة وإمطتك الشوك والعظم عن الطريق صدقة وإرشادك الضال والمستدل في أرض الضلال صدقة فالصدقات كثيرة ومتعددة والهبات ألوان وأشكال ونريد أيها الأحباب الكرام في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة أن نقوم بالتعاون والتآذر بالدعاء أقترح عليكم أيها الأحباب الكرام والقلوب طاهرة والجباه ساجدة والآياد متوضئة أقترح عليكم أن نقوم برقية شرعية من الكتاب والسنة رقية شرعية من الكتاب والسنة فيها أدعية وتحصينات ونقول أيها الأحباب الكرام بعد الاستغفار لله سبحانه وتعالى أدعوكم جميعا أيها الأحباب أن نستجمع قوة الإيمانية في قلوبنا كل واحد منا يحرص على أن يجمع قوة الإيمانية في صدره نحرص على أن نشعر بقوة الإيمان واليقين في نفوسنا ثم نتوجه إلى المولى عز وجل نتلو هذه الرقية الشرعية من الكتاب ومن السنة أدعية وتحصينات ربانية ونبوية ونقول السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من غمزه ونفخه ونفته اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد وإليك المشكة وأنت المستعان اللهم لك الحمد من الشيطان الرجيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله دشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان نعود بالله من الشيطان بسم الله على أنفسنا بسم الله على ديننا بسم الله على أهلنا بسم الله على أموالنا بسم الله على كل شيء أعطاه إيانا ربنا نعود بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحادر نعود بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحادر نعود بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحادر الله أكبر الله أكبر نعود بالله مما نخاف ونحضر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعود بالله مما نخاف ونحضر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعود بالله مما نخاف ونحضر بعزة الله التي لا ترام نعود وبسلطان الله المني نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها نستجير نعود بالله بما استعاد به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى نعود بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده نعود بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم نعود بكلمات الله التامة تحصنا بالله تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم رحمتك نرجو فلا تكننا إلى أنفسنا ترفت عين يا الله يا الله يا الله بحرمة وبركة وسر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظلمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقنون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تاخده سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من دا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من غمزه ونفخه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنامنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يوتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وقل ربي أعود بك من همزات الشياطين وأعود بك ربي أن يحضرون وقل ربي أعود بك من همزات الشياطين وأعود بك ربي أن يحضرون وأعود بك ربي أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله لم تال للناس والله بكل شيء عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعماقهم أغلالا فهي للدقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك لم تال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله الخالق البارئ المسور له لسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف ونحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعود برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعود برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعود بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين اللامة أعود بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن شر حاسد إذا حسد أعود بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون نعود بالله من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء نعود بالله من زوال نعمته وتحول عافيته ومن فجأة نقمته ومن جميع سخطه لا إله إلا الله اللهم ادفع عنا الوباء وادفع عنا الغلاء وادفع عنا المحن وسوء الفتم يا دا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمر روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعود بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم أنت القوي وليس أحد أقوى منك وأنت الرحيم وليس أحد أرحم منك رحمت يعقوب فرددت عليه بصاره ورحمت يوسف فنجيته من الجب ورحمت أيوب فكشفت عنه البلاء أمرتنا بالدعاء وتكلفت بالإجابة فاللهم استجب لنا اللهم استجب لنا ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نعود بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع وعين لا تسمع وأذن لا تسمع ودعوة لا يستجاب لها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة